نعود لموضوع قلية حزب الله في الكويت معنا من هناك الكاتب الصخفي علي عباس النقي سيد علي أحياء كلام معي في نشرة الرابعة يعني تابعت قرار النيابة العامة الأخير أريد منك أولا تعليقا حول هذا القرار نعم شكرا لك في البداية أن تشرفي وجودنا معاكم في هذه المداخلة وإن شاء الله نضيف لكم الشيء الكثير نوجه تحية صراحة للأجهزة الأمنية سواء بقيادة وزير الداخلية شيخ ثامر العلي الصباح وكذلك رئيس جهاز أمن الدولة شيخ سالم النواف على الكشف عن مثل هذه الخلايا التي تمس أمن وسلامة الوطن وهذا الأمر أنا شخصيا لم أستغربه لأن مثل هذا اللوبي الإيراني لم يكف عنه منذ عقود من الزمن من تاريخ الفورة الإيرانية من عام 79 الخلية يعني؟ ومن يتبع لها؟ نعم نعم أنا أقصد أنه من بعد الثورة الإيرانية من سنة 79 والوسط الكويت يعاني كثيرا من هذا الأمر يعني خلية تلوى الخلية مشكلة تلوى المشكلة وأعتقد أن الموضوع ما رح يخلص عند هذا الحد تم العفو عن خلية من قبل أيام وفي نفس الليلة التي صدر فيها العفو الكريم تم اعتقال مثل هذه الخلية واليوم نحن نثق طبعا في الأجهزة القضائية والموضوع بيد النيابة العامة لكن متأكد عن نفسي أن الموضوع لن ينتهي عند هذا الحد فمثل هذا التيار يعني يؤمن بمثل هذه الأمور وعندهم خطوط يعني مثل ما نقول منظمة هناك خط سياسي هناك خط عسكري هناك خط ديني والمشكلة اليوم في موضوع الخلية الجديدة هي تتعلق بالخط الديني الذي يعني يفترض أن يكون هو وضع يد على العمل الخيري العمل الخيري العمل الخيري هذا بأي شكل أو يمر عبر أي قنوات حتى يصل إلى حزب الله أو غيره من الجماعات الإرهابية أنا أعتقد أن في ظل عدم القبضة الأمنية الحازمة من الدولة من فترات طويلة يعني هي التي أدت إلى مثل هذا ما بيقول كلمة الأنفلات لكن هنقول هذه الأرياحية التي يعيش فيها اللوبي الإيراني في الكويت العمل الخيري بالنسبة لي أنا شخصيا أعتقد أنه ليس إلا غطاء لمثل هذه الأموال أنا لا أتكلم فقط عن مثل هذا الموضوع أو هذه القضية إنما مثل ما قلنا يعني هذه القضية اليوم يعني صعب مراقبة هذا العمل الخيري صعب مراقبة أموال الخمس مثلا اللي يقول بعض الكويتين أنها توجه لغير أهدافها الحقيقية لدعم هذه الجماعة وغيرها وحتى نواب يعني سابقين وحاليين قالوا هالك أنا بروح معاكل أنا بروح معاكل أكبر من هذا الأمر حلو يعني اليوم مو فقط العمل الخيري هو صعب إنما يعني المسألة جدا حساسة في هذا الموضوع إنما حتى يعني الرقابة حتى على المساجد الرقابة على المجالس الحسينية الرقابة على المراكز الدينية جدا صعب وهناك مشكلة كبيرة جدا وأنا شخصيا يعني أكثر من مرة نقلت هذا الأمر إلى أطراف في يعني السلطة وتحدث معهم في هذا الموضوع هناك يعني أطراف من اللوبي الإيراني دائما يرفضون المساس بكل ما يتعلق في المساجد وفي الحسينيات من باب أن هذه يعني تمثل عقيدة وتمثل فكر ديني معين ويرفضون بالتالي حتى الرقابة اليوم ليس فقط العمل الخيري يعني يرفض أن يراقب بالنسبة لهم حتى المساجد اليوم اليوم هناك الخطب مثلا معينة إذا خطبة خرجت عن إطار قوانين الدولة ليه صعب مراقبة الأموال التي تخرج من هذه الأماكن وسهل على الدولة أو الحكومة أنها تراقب أموال متجاهلة إلى مثلا تبرع لجماعات إرهابية متعلقة بالسنة مثلا جماعة الإسلام السياسي السني وين المشكلة هنا نعم مثل ما قلت يعني اليوم الدولة رافعة يدها مع الأسف في جهات معينة للرقابة عليها مثل ما قلت المساجد المراكز الحسينية العمل الخيري وكل ما تحاول هناك كانت محاولات كثيرة كل ما حاولت الدولة والأجهزة المعنية في البلد يكون الرد سلبي وعكسي من الجهات المتطرفة يعني يصورون الموضوع وكان مباشرة مساس بالطائفة الشيعية وهذه المشكلة من فترات طويلة سمعتم بعض الخطب التي خطبها بعض رموز التيار الموالي لولاية الفقية في الكويت وبالمقابل كان ردهم أن ما لكم حق أنكم تراقبون حتى خطبنا لأن هذه المساجد الشيعية لم تمول كبناء تكلم من الدولة ولا يتم الإشراف عليها من وزارة الأوقاف على سبيل المثال فإحنا لنا الحرية المطلقة فإننا نتحدث ونتكلم في كل ما نشاء بما فيهم طبعا الموضوع العمل الخيري والتبرعات وكل الأنشطة فإذا لا يوجد هناك أصلا رقابة ليس فقط على العمل الخيري وإنما لا يوجد رقابة حتى على المساجد حتى على الحسينيات وإذا واحد تكلم في هذا الموضوع فأورا يهاجمونه أنها إذا تحاول مثلا تطعن في العقيدة الشيعية أو تمس بالشعاب الدينية لا لا الموضوع أبدا ليس بهذا الملحى بالنسبة للنواب الكويتي تفرض الدولة هيبتها تفرض قوتها أنا أريد أن أسأل عن النواب الذين يرفضوا هؤلاء النواب أليس من المفترض أنهم يمثلون الشعب الكويتي أنهم يكونون أحرص الناس على وحدة الوطن سلامة أراضي سلامة شعوبهم ووحدتهم أيضا لماذا نرى هم يرفعون الأصوات بالرفض دائما لأي مساس بحزب الله مع العلم بأن هناك تاريخ طويل من الإرهاب والأعمال الإرهابية اللي وجه هذا الحزب للكويت على مدى السنين الماضية والعقود الماضية هذا له موقفهم وماذا وضعهم بالنسبة أعتقد أن موقفهم جدا طبيعي وغير مستغرب يعني أن بعض النواب أدري من اللوبي اللي وصفته اسمهم في التحقيقات نعم 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 كثير من النواب هم يعني وارد أسمائهم في قضية خلية العبدالي سابقة في قضايا تفجيرات سابقة حتى القضية الأخيرة حسب ما تابعنا أن بعض الأسماء مذكورة في هذا فهم يعني بشكل أو آخر أعتقد حسب ما ورد فهم متورطين وقد يكون البعض الآخر يحاول التكسب الانتخابي لأنه يعتقد أن مثل هذه القضايا قد تزيد من شعبيته ومع الأسف الشديد يعني أقدر أقولها بكل صراحة اليوم يعني أغلبية المواطنين الشيعة يرفضون مثل هذا الأمر يرفضون مثل هذه التصرفات ولاءهم لبطنهم الكويت ولاءهم للخليج العربي لكن يعني لا يتم يعني مثل ما نقول جمعهم في تجمعات سياسية معينة مثل ما البقية لديهم تجمعات سياسية يوم كمان شارع الكويت يتساءل ومجرد ما يوصل أحد منهم إلى المجلس كان الكويت اليوم تدور في دائرة مفرغة خلي يقبض على أعضائها معهم أسلحة متفجرة تحزي مناسفة يتهموا يحاكموا تصدر عليهم أحكام ثم بعد ذلك تدور الأمور يخرج من يطلب عنهم العفو ويعفى عنهم وين أيضا الكويتيين الوطنيين من هذه الطائفة اللي هم الأكثرية طبعا نعم وهذه رسالتي أنا وجهة للجميع من خلالكم يعني من سلوات طويلة ونحن ننادي بهذا الأمر يجب أن يكون هناك موقف وطني حازم من عموم المواطنين الشيعة وأنا أرفض طبعا مثل هالمسميات لكن هذا الواقع مثل ما نتكلم يعني لجب أن تكون هناك كلمة منهم يجب أن يكون هناك موقف منهم وفي نفس الوقت يعني أعتقد أن لسه ما حاسو يعني ملغم صور نعم نعم أنا أعتقد أن من بعد أحداث التعبين المقبور عماد مغنية وما تلا ذلك من أمور كثيرة جدا كان الموج عالي لصالح اللوبي الإيراني في ذاك الوقت وكنا نتحدث ونتكلم ونواجه ولكن وكأننا كنا نقاتل يعني وحيدين في مثل هذا الموضوع لكن كنت على إيمان من ناحيتي أنا وكثير من الأشخاص أن الموضوع يحتاج إلى وقت يحتاج إلى الصبر إلى الصمود واليوم ونحن في نهاية 2021 أعتقد أن بالنسبة لي أرى الوضوع جدا يعني تطور وهناك أصوات شيعية كثيرة بدأت بالظهور وأنها تتكلم وتتحدث وهذا جدا مؤشر إيجابي ومتأكد أن في الأيام القادمة سيزيد مثل هذا الأمر وستزيد من وطيرة التصعيد من الوطنيين الشيعة ضد المخالفين والمتمين لغير بلدانهم شكرا جزيلا لك من الكويت الكاتب الصخفي علي عباس النقي اشتركوا في القناة